بدأت الأصوات داخل الولايات المتحدة وأوروبا تتعالى تنديدا بالتصعيد الإسرائيلي في غزة مع سقوط أكثر من 11 ألف قتيل في القطاع ونزوح مئات الألاف وتفاقم أزمة إنسانية خطيرة في الولايات المتحدة الداعم الأكبر لإسرائيل والرافض لوقف الحرب تحرك وزير الخارجي أنتوني بلينكين للتعامل مع هذه الانتقادات المتزايدة داخل صفوف الوزارة بشأن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن مع الحرب في غزة إذ دعا مئات من موظفي الحكومة بشكل علني وفي أحاديث خاصة إلى وقف إطلاق النار في غزة وانتقدوا دعم بايدن الراسخ لإسرائيل بلينكين تعهد بالاستماع إلى المنتقدين وإجراء مناقشة صريحة معهم أما في فرنسا فكشفت صحيفة لوفيغارو أن نحو عشرة صفراء فرنسيين في الشرق الأوسط وقعوا بشكل جماعي مذكرة يعربون فيها عن أسفهم لما وصفوه بانحياز الرئيس الفرنسي تجاه إسرائيل في الحرب على غزة فما تأثير الأصوات الغربية الرافضة للتصعيد الإسرائيلي في غزة وهل يمكن أن تغير تلك الأصوات الموقف الرسمي للدول الحليفة لإسرائيل نناقش هذا الموضوع مع ضيفي من نيويورك الخبير الاستراتيجي الديمقراطي إليس هانيكن ومن واشنطن العاصمة المستشارة السابقة في البيت الأبيض باسمة الغصين مرحبا بكما أستاذ باسمة أبدأ معك إلى متى يمكن أن تصمد إدارة الرئيس بايدن أمام الانتقادات لها بسبب دعمها لإسرائيل أمام الصور المأساوية والمجازر التي تحصل في قطاع غزة هذا سؤال واجه جدا فنحن نرى الآن ضغطا سياسيا متزايدا من الخارج من الشعب وأيضا فكل استطاعات الرأي تشير إلى أن معظم الديمقراطيين ومعظم الجمهوريين ومعظم المستقلين من الناخبين يريدون وقفا لإطلاق النار وكما رأينا زيادة طبعا تسريبات من وزارة الخارجية فإنه وحتى في الكونغرس فالعديد من الموظفين يشددون على وقف لإطلاق النار أيضا لحد الساعة السياسيون طبعا في إدارة بايدن وكل أعضاء الكونغرس ومن ضمنهم الديمقراطيون طبعا لم يكونوا متصلين بالواقع ولم ينظروا إلى الرأي العام وسنرى كم سيسمدون بكل تأكيد سيد هاينيكن أمريكا أكبر الديمقراطيات في العالم والمثال الذي يتبع في احترام حقوق الإنسان والحماية حماية المدنيين العزل على الأقل هي عاجزة عن أن تفرض وقف إطلاق نار أو هدنة إنسانية بل على العكس هي تعرقل أي مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة سؤال أكبر لماذا تفعل أمريكا وهي أكبر الديمقراطيات في العالم لماذا تفعل هذا الديمقراطية فوضوية والحرب ربما أكثر فوضى فلا أحد يعتقد أن الولايات المتحدة تسيطر على الوضع فالولايات المتحدة ليست لديها سيطرة على حماس وربما لديها بعض النفوذ ربما ولكنها لا تسيطر تماما على الحكومة الإسرائيلية والحقيقة أن إدارة بايدن كانت تضغط على الإسرائيليين بشأن الأضرار الجانبية والقتل المدنيين والمعاناة الفضيعة للمدنيين في غزة ولكن هذه كما قلت قضايا معقدة مع لاعبين أجانب ولا أحد يسيطر تماما نعم هنا أسألك ضيفتي من سيدة باسمة هل حقا أمريكا ليست قادرة على الضغط على إسرائيل حتى توقف الحرب أو توقف على الأقل وقف إطلاق النار في غزة كما قال ضيفي نعم نعم هذا صحيح وهذا خطأنا لأنه لأعوام استمررنا فقط في تعزيز بن يمين تنياهو خاصة والجناح اليميني المتطرف بأننا سنستمر في تقديم الدعم لهم والتمويل في أشكال الدعم العسكري ومن ضمنها طبعا حزم أسلحة عظيمة من دون أن نطالب منهم أي شيء مقابل ذلك وأيضا ولا تكون هناك مراقبة على أفعالهم فهذا كله أنشأ هذه الديناميكية غير الصحية الموجودة الآن بين إسرائيل والولايات المتحدة ربما كان البعض يتوقعون بأن أكبر متلق للمساعدة الأمريكية سيستمع وينصت للمطالب التي تأتي من الإدارة الأمريكية وهذا كان مثالا ربما وخاصة إذا تحدثنا عن بن يمين تنياهو وإدارته بأنهم لا يستمعون ولا يكترثون تماما لما يريده البيت الأبيض منهم نعم سيد إليس هانيكن ما لا يفهمه المتابعون في الشرق الأوسط والعالم العربي أن الولايات المتحدة إذا كانت غير قادرة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة أو عدم الضغط على إسرائيل على ذلك فهي لماذا سارعت إلى هذا الدعم العسكري الكبير جدا حاملتي طائرات وغواصة تعمل بالطاقة النووية توجهت إلى المنطقة فور هجمات السابع من أكتوبر ودعم سياسي مطلق كذلك حتى في الأمم المتحدة كما ذكرنا فإذا كانت كل هذا وهي ليست قادرة على التأثير أمام المسئولية الأخلاقية أمام صور الأطفال تعلم اليوم في غزة جرى دفن سبعة أطفال خدج ماتوا بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء عن الحاضنات أمام مسئولية مثل هذه هي قادرة على الدعم بالسلاح وليست قادرة على وقف الحرب أظن أن هذا سؤال ساذج فبالتأكيد هناك معاناة فضيعة تحدث في طرف المعادلة عموما أن الولايات المتحدة تنظر إلى إسرائيل كحليفة فهي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وفي الأوقات الأخيرة كان لديها مشكلات في ديمقراطيتها ولكن مقارنة مع حماس فمعظم الأمريكيين من الحزبين سيدعمون بكل تأكيد إسرائيل ولكن هذا لا يعني أن حكومة الأمريكية ينبغي أن تدعم إسرائيل في كل ما تفعله والحقيقة أنه في الأسبوع الماضية رأينا الآن اختلافات كثيرة سيد هانيكا لا أعتقد أنه لا يوجد أي مجال لسذاجة عندما نتحدث عن 11300 فلسطيني قتلوا إذا كانت المعركة ضد حماس ليس هناك أي وجه من أوجه السذاجة عندما نشاهد صور مأسوية لأطفال يدفعون ثمن عملية عسكرية تقول إسرائيل أن هدفها هو القضاء على حماس والدعم الأمريكي لها أنا أسألك عن المسؤولية الأخلاقية هنا أمام هذا ليس سذجا أبدا لقد طبعا ذكرت بلطف ربما نصف المعادلة ولكن المعاناة التي فرضت على المدنيين الفلسطينيين هذا شيء فضيع هذا شيء رهيب وينبغي أن يتوقف ولكن في الوقت ذاته ليس صحيحا أن الحكومة التي تمثل الفلسطينيين بأنها لا تلام هذا هو سؤالي الذي تتحدث عن السذاجة فيه أنه لماذا لا تتوقف الحرب أمريكا أكبر دولة في العالم وأكبر ديمقراطية ورعية لحقوق الإنسان لماذا لا تتوقف إذا كنا نعترف جميعا أن هناك مأساة يدفع ثمنها المدنيين في غزة أمريكا لماذا لا تفعل شيئا لماذا لا توقف الحرب أظن بأن هذا هو ربما السؤال الساجد الثاني الذي نطرحه الآن أنت تعتقد أن الولايات المتحدة لديها القدرة لكما يقال تفرقع أصابعها ثم يتوقف الإسرائيليون عن الحرب الأمر معقد أكثر من هذا وأكثر مأساوية طيب سيدة باسمة ما رأيكي الولايات المتحدة ليست قادرة كما ذكرت فعلا أنه كذا ولكن أليست قادرة على الأقل عدم ضخ المزيد من الأسلحة لصالح إسرائيل حسنا الولايات المتحدة الآن هي ضحية كما قلت لعملنا فنحن خلقنا هذه الديناميكية مع إسرائيل حيث إننا نعطي الأموال لإسرائيل والأسلحة لإسرائيل من دون أي شروط أو أسئلة ولا نطلب أي شيء مقابل ذلك ولا نطالب بأي شيء أو بأي قيود فهذا كانت طبعا هذه الديناميكية كانت مسمومة والولايات المتحدة غذت هذه السياسة بسبب طبعا الظروف السياسية الداخلية وأيضا هنا في الولايات المتحدة يقال إما أن تكون مع إسرائيل أو ضد إسرائيل ليس هناك شيء في الوسط وبعض الناس أيضا يتخذون رأيا متطرفا فيعتقدون أن إسرائيل يمكن أن تلقي قنبلة نووية مثلا في تكساس وبعض الناس ربما سيقولون بأن علينا أن ندعم إسرائيل من دون أسئلة وهؤلاء إرهابيون وأعتقد بأن هذا غير عقلاني وغير منطقي وبكل صراحة غير مسؤول أيضا والسياسيون الأمريكيون هم الذين يلامون على هذه الديناميكية التي أنشأناها مع إسرائيل طيب سيد هينيكين الأصوات بدأت تتعالى ليس فقط داخل الولايات المتحدة بل على مستوى العالم كذلك الدول الأوروبية نشاهد رأيا عاما متعاظما وأيضا رأيا سياسيا في بعض الأوساط أنه لا يعقل أن تستمر الولايات المتحدة أو لا تستطيع أن تتحمل أكثر دعمها أو انحيازها المطلق لإسرائيل أمام ما يحصل من مآسي في قطاع غزة كيف ترى تأثير هذه الأصوات التي بدأت تتعالى نعم الأصوات تتعالى وأنت محق في ذلك فهذا النزاع فيه تاريخ حيث جانب يبدأ بالتعاطف مثلا أنا أنا مثلا متعاطف مع القضية الفلسطينية ولكن هذا التعاطف بدأ يتلاشى حين قامت بذلك الهجوم واختطفت العديد من الإسرائيليين وقتلوا أطفالا وردعا ونساء إذن هذا الأمر ينطبق أيضا على إسرائيل فحتى الناس المتعاطفون مع إسرائيل الآن يشعرون بعدم الرضا بسبب الفيديوهات التي تأتي من فلسطين الآن إنه شيء فضيع إذن الجانبان عليهم أن يتراجع ربما إلى الخلف ويحاول التوصل إلى سلام طيب سيدة باسمة الولايات المتحدة تتحدث على صفقة لتبادل رهائن ما بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية ومصرية مقابل وقف لإطلاق النار في قطاع غزة هل تعتقدين إذا ما تم التوصل إلى هذه الصفقة هل يمكن للأصوات المنتقدة لإنحياز الولايات المتحدة لإسرائيل يمكن أن تخفض قليلا؟ هذا بكل تأكيد ربما سيصلح بعض الضرر لسمعة الولايات المتحدة ولكن الحقيقة هي أننا قد طبعا إذا نظرنا إلى العدد الكبير من المدنيين الذين سقطوا فالأمر فضيع وأتفق مع زميلي بأن علينا أن نضع تعاطفنا ربما فيما يخص هذا الطرف أو ذاك أو هذا الدين أو ذاك خلفنا وأن نكون مع حماية المدنيين سواء كانوا يهودا إسرائيليين أو عربا فلسطينيين أو مسلمين أو مسيحيين وعلينا أيضا أن نندد معا كلنا أي قتل للمدنيين بغض النظر عن من يقتل أو من يقتل للأسف في الولايات المتحدة نعم نحن ننددنا مثلا بأفعال حماس كما كان ينبغي ولكننا لم نندد مثلا رسميا بقتل المدنيين في غزة والذين قتلوا من حبل إسرائيل شكرا أعذريني باسمة انتهى وقت البرنامج باسمة الغسين المستشارة السابق في البيت الأبيض من واشنطن العاصمة شكرا جزيلا وأيليس هاينيكن الخبير للإستراتيجي الديمقراطي من نيويورك شكرا جزيلا